السلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا رب اكونوا بخير وبصحة وبسعادة? في الحقيقة جات لنا اسئلة كتيرة جدا عن موضوع الخميرة. واحد الاسئلة المتكررة ايه الفرق بين الخميرة الفورية والخميرة الجفة? المصطلحات شوية ساعات بتلغبط الناس الخميرة اللي بالمنزر دوت هي خميرة جفة. وبرضو الخميرة اللي بنسميها خميرة ناشطة مش فورية بتبقى برضو خميرة جفة. يعني في الحالتين الخمير اللي بتتباع في صورة معبقة في السوبر ماركت فيه اكياس او فيه عبوات زي كده هي الحالتين فيهم بتبقى اسمها خميرة جفة يعني منزوع منها الرطوبة نسبة الرطوبة فيها بتبقى قليلة جدا بتبقى بتتباع اما فيه اكياس فيها نسبة هوا او فيه اكياس مفرغة من الهواء بنلاقيها صلبة شوية وهي في السوبر ماركت النوع الاول من الخميرة الجفة هي الخميرة الفورية وبيكون مكتوب عليها ان هي خميرة فورية وبتكون الحبيبات بتاعتها حبيبات صغيرة جدا تكاد تكون بودر زي اللي احنا شايفينه ده دي كده اسمها خميرة فورية خميرة جفة فورية لما نيجي نستخدمها ما بتحتاجش ان انا حلها في مية او في لبن او احط لها دقيق او اسيبها فترة ممكن احطها على المحتوىات الجفة بتاعة المغبوزات بطريقة عادية مفيش فيها اي مشكلة لان هي فورية فبتقوم بعملها بشكل فوري او سريع لو اشترينا خميرة وطلعت الحبيبات بتاعتها اكبر من دي بشوية كتير يعني اكبر من حبيبات السكر بشوية دي بنسميها خميرة جفة برضو بس اسمها خميرة جفة نشطة بتحتاج ان انا احلها فترة واسيبها تتخمر في مية وممكن احط لها جزء بسيط من السكر عشان تساعد على تنشطها وتساعد فترة من نص ساعة لساعة او من 30 ديئة لحوالي 45 ديئة ساعة بالكتير حسب درجة حرارة المكان اللي انا حطيتها فيه عشان تصل الى مرحلة التخمر وبعد كده بحطها على المغبوزات بشكل عادي جدا وبتديني نتيجة برضو كويسة طب ايه الفرق بين نوعين دول والخميرة البيرة مع ان هنا اتكلمنا في حلقة الخميرة عن تسمية البيرة او تسمية الخميرة البيرة جات منين لانها بتستخدم فيه صناعة البيرة ومن هنا جات المسمى الخميرة البيرة اللي الناس بتسميها الخميرة الصناعية هي برضو خميرة طبيعية برضو مفيش فيها اي مشكلة عبارة عن فطر الخميرة بس منمى بطريقة صناعية يعني ايه صناعية يعني المصانع او المعامل بتاعت انتاج الخميرة البيرة بتحط سكر قصب او ملاس او بيئة مغزية بتنمي عليها فطرة الخميرة بكميات كبيرة عشان تبيعه بالغرض التجاري ده الفرق بين الخميرة البيرة والخميرة الجفة الفورية والخميرة الجفة النشطة طيب هل في ضرر من استخدام كل من الانواع دي من ناحية العلمية مفيش مشكلة او مفيش ضرر من استخدام اي نوع من انواع الخميرة وان كانت الخميرة البلدية اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي الناس كانت بتعملها زمان اللي هي بتكون شوية دي بنحط عليهم ميا وممكن في بعض الناس بتحط عليهم شوية طمر او عجوة كمادة سكرية عشان تنشط الخميرة الطبيعية اللي هتنمو بشكل طبيعي على العجين اللي انا عملته بين الديق والمية او بين الطحين والمية وبتساب فترة طويلة عشان تتخمر بيكون عملية التخمر دي نامة فيها فطر الخميرة ونامت معاها بعض انواع البكتيريا النفعة اللي بنسميها لكتوباصيلس اللي اتكلمنا عنها النوعية دي من الخميرة البلدية او الخميرة الحامضة هي دي افضل انواع الخميرة لان هي بتكون ناتجة من فطر ومعاها بكتيريا واللي اتنين نافعين واللي اتنين بيقدموا منفعة كبيرة جدا للمغبوزات بشكل كبير عشان التقليل بشكل كبير جدا من المحتوى بتاع العجين من الفايتك أسد هل معنى كده ان الخميرة الوحدها سواء الخميرة الفورية او الخميرة البيرة ما بتقضيش على الفايتك أسد بتقضي على الفايتك أسد بنسبة اقل شوية ولكن النسبة المتبقية ما بتشكلش اي ضرر على الانسان والناس كلها دلوقتي حاليا في العالم بتستخدم الخميرة البيرة وما فيش فيها اي مشكلة وما فيش اي ورقة علمية قالت ان استخدام الخمير سواء الفورية او الخمير اللي هي الخميرة البيرة اللي الناس بتطلق عليها خميرة صناعية ما فيش اي ضرر من استخدامها وان كان الافيت زي ما قلنا هي الخميرة البلدية او الخميرة الحمضة ولكن طبعا عشان دي الوقت بتاع العصر اللي احنا فيه مفيش حد عنده صبر انه يترك العجين يتخمر عشر ساعات او اتنشر ساعة فالناس بدأت تلجأ الى الخمير الموجودة دلوقتي ده كده فيديو سريع عشان الناس تعرف الفرق بين انواع الخمير المتوفرة في السوق عشان في بعض الناس حصلهم لغبطة من بعض المسميات يارب اكون قدرت النهاردة افيت حضراتكم بمعلومة لو حسنت ان الفيديو ممكن يفيت حد غيرك يا ريت تشارك الفيديو كما ما تنساش لايك للفيديو واشتراك القناة ونلتقي على خير ان شاء الله في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته